في عريس ممكن ولا ما فيش؟ لا لا للجواز قرار تاني خلاص ممكن آخر حاجة الناس تعرفها أو الناس شافتها هو زواجك السابق من المطرب أبو ليف ودي من فترة كبيرة جدا جدا وبعدها انفصلته بعدها ما فيش أي حاجة ظهرت على الساحة تاني أو أخبار شخصية بتتعمدي تخفي الأخبار ولا ما كانش فيه عرسان أكيد فيه عرسان طبعا ده سواء ما يتسئلش بس حاب أسأل عشان أعرف لا هو احنا انفصلنا من 2012 و يعني كان فيه عرسان بس ليه يعني تعال انت عايز تتجوزني ليه أنا الحمد لله مش نقص أيد ولا رجل ولا مخ ولا أي حاجة أنا عايزة أكمل بقيت حياتي بدماغي مش عايزة حد يقعد يتحكم فيه ويقول لي روحتي وما روحتيش ويجيتي وقعدتي ولبستي وما البقى خلاص ما حدش قادر يفهم دمالك بسي هو فيه يقول لك يبان عليه فاهم إنما وقت الجد مفيش الراجل الراجل مش فايدة تحكمات وغيرة ما بتحبيش الغيرة لا حبيش حد يتحكم فيك لا لا ويمكن عشان كده انفصلتي مش عارفة يعني بصي ده كل شيء اسمه ونصيب يعني طبع الزواج الناجح لازم يبقوا هما الاثنين من نفس البيئة هما الاثنين متربيين نفس التربية هما الاثنين ثقافتهم واحدة حيتفاهمه والجواز تفاهم وتراحم طبعا هما حاجة حابة أسألك سؤالة وتسمحيلي إني أسأله ناس كتير وقت زواجك السابق من أبو الليف ما فهمتش أو استغربت قالت يعرفه بعد منين هو صرح قال قصة حب من التفولة جيتي حضرتك بعدها نفاتي تصريح وجوازك وجيب سرعة وخلص بسرعة هو جيب سرعة وخلص بسرعة فالحنا عدنا سنتين ونص تقريبا زواج وانفصلنا نفصلنا لأن هو كان في معهد الكونزفاتور وأنا كنت في معهد البالي والمعهدين قدام بعض فكنا بنركب العربية سواء أنا كنت ساكنة وقتها كنت ساكنة في منطقة أسماع الحلماج جديد هو كان ساكن في منطقة أسماع عبدين فالتنين كانوا جنب بعض فكنا بنركب نفس الباص إنما الطفولة بقى يعني عشر سنين عشر سنين وانشر سنة ده إيه يعني مش حب قلص بس زملاء ونعرف بعض من زمان بس وبعدين التقينا إيه رأيك إيه رأيك آه لأ طب لقينا نفسينا لأ إحنا عايزين نتجاوز فعلا فاتجاوزنا بس معرفناش بقى نحافظ على ده ونكمله معلنتوش أسباب الانفصول لا وما حب تشتعلنها في أي مكان لا وما حبش برضو علنها بصي أصلاح أقولك على حاجة ده كل الجواز ده اسمه نصيب وهو بني آدم ربنا يخلي له امراته ولاده آه وخلص كل واحد فينا رح لحال رح لحال مش عايزين أبدا ما بحبش أدخل في الحياة الشخصية إذا صاحبها ما حبش يعلن عنها ويفصح عنها ولكن خليني أنفي مع حضرتك سبب اتقال اتقال إنه الانفصال كان علشان أبو ليف بطل يشتغل زي الأول وكانت ظروف المادية صعبة وأنا حبّة من حركة تنفيلي أنا عارفة إن أنت مش كده ده سبب الانفصال؟ اتقال إن ده سبب الانفصال لا خالص ده بالعكس يعني إحنا لما تجوزنا هو ما كانش لسه بدأ ترجمة نانسي قنقر